سيناريو يتكرر بعد كل انتخابات حيث تظهر مشكلات سياسية تعطل مصالح الشعب العراقي تحديدا ما يخص تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية الرئاسات العراقية الثلاث الامر الذي لطالما استغرق اشهر عدة لتبدو الحاجة اليوم اكثر الحاحا على انطلاق مبادرة وطنية لحل حالة هذا الانسداد والعمل على بلورة معادلة حلول مرحلية ومستقبلية نعاني من تأخير تشكيل الحكومة وتدرى تشكيل الحكومة تعكس على الشارع العراق بصورة عامة وبصورة خاصة الشارع الانباري يعني بشغلة التعينات والخدمات فاحنا كل سنة او كل اربع سنين نعاني بتأخير تشكيل الحكومة فنطالب باسراح تشكيل الحكومة لتوفير الخدمات وتوفير التعينات والامن للبلاد اهالي المناطق المحررة طالبوا بانهاء حالة الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة واستثمار حالة الانتعاش في اسعار النفط للنهوض بواقع المناطق المحررة حيث تتمتع هذه المناطق بمواد اولية وتربة خصبة ناهيك عن اليد العاملة التي ستصب وارداتها في مصلحة العراق والمحافظات المحررة محافظة الانبار تتوفر بها كل الغضايا مال الاستثمار تربة حلوة معمل فوسفات بها معمل غاز موجود كلها موجودة في محافظة الانبار يصير استثمار ويفيد هذا البلد الشعب العراق كلها يفيدها دعوة الشارع الى الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة لمواجهة الفساد وتلبية مطالب المواطنين المحتجين على سوء الخدمات الاساسية لقناة الفلوجة إدريس يحيى ترجمة نانسي قنقر